واليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن الفكلوز بدي أميزه الفورم شكلهم هي عبارة عن جملة تتكون من جزئين هدول الجزئين بالأساس بيكون بينهم فاصلة والسبب إنه الجزئين هدول عبارتين هادي عبارة هاي مستقلة والجزء الأول اللي فيه كلمة F هادي عبارة غير مستقلة تعال أفهمكم ايش يعني مستقلة مش مستقلة مش فاهم هاي العبارة غير المستقلة عشان فيها كلمة F هاي ايش بيصير فيها بيصير فيها يا أصدقائي إنه هادي لا تأتي منفردة بيصبطش أنا آجي أحكي لك if you come وأسكت أحط نقطة ما بيصير هذا الحكي كلام فاضي فيها هي جملة فيها عبارتين ايش الفرق بين الجملة والعبارة بديش أحكي لكم بس بدي أحكي لكم إنه هي جملة فيها عبارتين خلينا نسمي العبارة جملة صغيرة العبارتين هدول واحدة منهم ممتازة زي كلمة I go I go out هاي جملة مفيدة I go out نيحة ليش؟ لأنه فيها مبتدأ وفيها verb فيها فعل وفيها ضرف اللي هو out تبدل على الخروج برة ولكن هاي الجملة هاي العبارة مش مفيدة والسبب إنها ارتبطت بهذا بهاي الif الif اخت الbecause اخت الalthough اخت الذات اخت الwho هادي لما أنا هيك من الباب للطاقة أجي أحكي لك if you come وأسكت هاي جملة غير مستقلة إيش يعني غير مستقلة يعني لا يمكن إنه هاي العبارة تستقل عن العبارة اللي بعدها اللي هي العبارة الرئيسية هاي العبارة ممكن تستقل I go to school تمام I hate you تمام بس أدخل أحكي لك because you broke my glasses وأسكت if you speak to mom إذا بتحكي مع أمي وأسكت هذا الحكي كلام فاضي بيزبطش إذن لازم يلزقوا بعض وخليني أحكي لكم إنه ال-f هاي الكلمة هي عدوة الفاصلة كيف يعني يعني هاي ال-f إذا أجت محل الفاصلة الفاصلة بتروح مع السلامة وال-f بتصير small letter هذه أشياء بسيطة جدا طبعا إذا ال-f بدها تيجي هون محل ال-i بدي أجيب كل الجملة كل العبارة بدي أحكي I go out if you come I go out if you come هيك صارت جملتي مفيدة طيب ال-f close خلينا نفهم وإحنا مش عشان المدارس خلينا نفهم وإيش بدي أفهم فيه بدي أفهم فيه يا جماعة الخير أنه أنا لما بحكي if هنا بحكي لك إذا إذا حدث الشرط تحقق جملة الشرط أو جواب الشرط فأنا هنا عندي أربع حالات في الحالة الأولى هاي الحالة العادية جدا اللي بيستخدموها الناس للأشياء الطبيعية زي لما أنا بحكي لك لما أبوي لما بمعنى إذا لما أبوي يتفرج على الأخبار كلنا بنزعل لما أبوي يتفرج على الأخبار كلنا بنزعل فشو بصير أنت فيك أنت بتكونوا سهرانين أو بتكونوا أنتوا الصبح صحيين بكير بصحابوك بيجي تفرج على الأخبار أنتوا شو بصير فيكو بتزعلوا هذا الجزء اللي إحنا بنحكي فيه اللي هو الحالة الزيرو هي بتحكي عن شيء يحدث دائما كنتيجة لتحقق شرط الجملة تعالوا نفكر بأسلوب عادي إشي يحدث بسبب حدوث شيء تاني وهذا يا أستاذ بيكون تحصيل حاصل ودائما كيف يعني؟ يعني if you sleep you get up early هادي زي كأني أنا بحكي fact مين ما عملها راح ينجح فيها طب إيش هو هذا اللي بنحكي عنه استخدمت أنا إشي اسمه simple present مع simple present في الطرف الآخر if you sleep early you wake up early هادي كأنه أنا بحكي لكم عن fact if you simple present simple present في الطرف الثاني طيب هاي ال if close بستخدم هذا الاسلوب للكلام عن أشياء تحدث دائما كنتيجة لتحقق شرط الجملة كالحقائق العلمية والحالات الدائمة والعامة كيف يعني؟ أنا بدي أحكي لكم حقائق علمية أنا بحكي لك if you play with fire you burn yourself إذا بتلعب بالنار طريقة مخيفة والله لا تحرق نفسك طيب بدي أحكي كمان شغلة if you water plants إذا سقيت النباتات they grow هي بتنمو if you water plants they grow طيب هون if plants don't هون حطيت أنا مضارع بسيط منفي الطالب المستصعب يرجع يشوف المضارع البسيط المضارع البسيط اللي هو حكينا مع الفعل المجرد مع الفعل الفاعل المفرد بحط S أو ES طيب طلعوا لها الجملة فيها حقيقة علمية water turns to ice المية بتصير جليد if the temperature falls below zero إذا الحرارة نزلت تحت الصفر هذا إشي حقيقي جدا ممكن أستخدم الحقائق هاي عشان أحكي عن إشي بخصني كبني آدم مش ضروري حقائق علمية ممكن أحكي لك my mom leaves إمي بيتغادر هاي simple present my mom leaves if our neighbor comes إذا أجد تجارتنا هذا إشي بيصير معنا إحنا ممكن أنا بحكي لك if you shoot I shoot وإذا بتطلق النار أنا بطلق النار if you eat I eat والله إذا بتأكل إلا أكل my aunt my aunt doesn't eat at our house I will if she eats from our house we eat from her house إذا أكلت من بيتنا منأكل من بيتها افهموا علي بالطريقة هاي بالطريقة هاي إذا حدث مضارع الوسيط بحدث مضارع الوسيط طبعا بدك أنت تكون عارف إيش بدك تكون عارف أسلوب النفي طبعا هنا if تتبدل بwhen when I come they leave طبعا دير بالك هون الحدث يحدث مرافق للشرط مش زي لما أحكي لك إذا بتاخد الدواء راح تطيب إذا بتاخد الدواء راح تطيب خلال إيش خلال عثر دقائق خلال ساعة لا هذا مع بعض هذا بتماشى حدوثه مع بعض في نفس الوقت طيب الجملة الشرطية الحالة الأولى فكروا فيها الحالة الأولى بيكون فيها verb 1 طبعا بتكون الطرف الأول simple present والطرف الثاني بيكون simple future كيف يعني simple present يعني نفس اللي فوق بالزبط كيف يعني يعني لاحظ تلاحظ هون present simple وهون في الطرف الثاني well أو model يعني بس إحنا بشكل عام نستخدم well إحنا وغيرنا بس بزبط أي model لاحظوا لهذا لإيش بستخدمه بستخدمه للتحدث عن ناتج مستقبلي ناتج مستقبلي لحدث معين مستقبلي تمام إيشي راح يصير في المستقبل إذا حدث إيشي تاني في المستقبل فأنا هون لما بحكي لك if you get مش اليوم إذا حصلت على مقابلة أكيد مش اليوم if you get an interview for a job you will need إنت راح تحتاج إمتى لما تحصل على مقابلة تحصل على مقابلة راح إيش تحتاج آية آيات هذه عن فإذا هون أنا بحكي في الجملة الشرطية الحالة واحد اللي هي نقطة رقم اثنين بس هي حالة واحد أنا بحكي عن حدث يمكن تحقيقه في حال تحقق الحدث الأول الشرط الأول ممكن أني آكل لو أنت عزمت if you told me if you tell me I will eat تخيلوا تعالوا نحول الموضوع عن لدراسة if you study اليوم وبكرة وبعده you will pass يوم النتائج طيب عندي فريق if the team trains well إذا الفريق تدرب جيدا شو راح يصير ما بقول they when بقول they إيش they will when طيب هاي هذا المثال get فعل مضارع بسيط حطينا get بدون s لأن you هي إيش هي عبارة عن فعل مفرد يعامل معاملة الجمع يعني عاملنا معاملة الجمع في الطرف الآخر حلينا well معني هذا النوع اللي إيش بسموه النوع الأول النوع صفر بيحكي عن فاكت وحقائق النوع الأول بيحكي عن أحداث سوف تتحقق إيمتا في حال تحقق حدث الأول خليني أحكي عن الجزء الثالث أو النقطة الثالثة اللي هو اسمو إيش if close type هديش two اتذكر type two ربطها مع verb two وربطها مع verb two من الول type two يعني إيش يعني الحالة الثانية هادي بيكون فيها f مع simple present عفوا if مع simple past وفي الطرف الآخر would if verb two would ماشي مركزين if مع verb two مع would طيب طبعا what the adverb one هون هون هاي بستخدمها ليش في ثلاث حالات للكلام عن الأحداث التي ليست من المتوقع أن تحدث في المستقبل مش متوقع إن ها تحدث في المستقبل كيف يعني أنا بحكي لك مثلا if I were you لو كنت محلك I would go to the university of Jordan تمام I would go to the university of Jordan هون أنا إيش حكيت حكيت استخدمت بأسلوب if I were you اللي هو أسلوب النصيحة وبعدين حطيت في القسم الثاني هون الif close في الحالة الثانية لهم ثلاث استخدامات إيشي مش متوقع أنه يحدث أحلام وتخيلات للكلام عن شيء في المضارع لكن ليس هو حقيقي لكن هو ليس حقيقي كيف يعني زي الأمنيات والنصائح أنا بحكي لك if I were you I would not go to erbid هذا الحكي أنا أصدي فيه نصيحة عن هلا لأنه أنت رايح على erbid فهمتوا علي طيب آخر حالة بنحكي عنها اللي هي حالة الإشي المستحيل وهي بستخدم فيها past perfect اللي هو had زائد verbi 3 في الطرف الثاني بستخدم would have أو could have أو might have زائد verbi 3 طيب بستخدم هاي القاعدة للكلام عن الشيء مستحيل حدوثه اللي هو لتخيل أحداث مستحيلة لم تحدث وتخيل نتائجها المستحيلة اللي لم تحدث أصلا فإذا هون بنحكي عن إشي ما صار وبنتخيل إيش وبنتخيل يا سيد العزيز نتائج هذا الإشي اللي ما صار كيف يعني لو أنا بحكي لك if I had studied هين استخدمت had studied عفوا had stayed لو أنا had stayed at home ضليت في المنزل that day هذاك اليوم I would have missed the celebration كان راح عليّي الاحتفال معناته هو ما ضل في البيت وما راح عليه الاحتفال تمام طيب كمان إشي أحكي لكم تعالوا نشوف if my friend hadn't invited me I wouldn't have gone to the library لو أنا صاحبي ما دعاني كان أنا ما رحتش على المكتبة إذن had the adverb 3 في الطرف الآخر could have would have should have حسب المعنى would have يعني لكان ربما could have يعني لكان ربما might يعني لكان ربما خمس بس طبعا might للتشكيك could للتشكيك would للتشكيك للتشكيك هم كلهم يعني أنا في واقع الأمر مش متأكد من الشخص إنه هل بدي يروح ولا لا في الامتحان لوزاري بيجي بالأسلوب هذا في الأسلوب هذا عندنا أسلوب الشاطر وعندنا أسلوب الطالب المحترم الشاطر بيجي بيقول لك هون عندي well مع verb 1 بحط هون simple present اللي هي have والأسلوب الثاني إني أقرأ وبعدين أحل عشان أحل إشي صح وأكسب أجر طب رقم ثلاث if we had known لو أنه عرفنا about your problem عن مشكلتك كان ساعدناك طبعا المشكلة العويصة إنه إيش المشكلة العويصة يا حبايبي إنه الطالب بيكونش حافظوا وكونش متأكد مع إنهم إيش مع إنهم يا أصدقائي يعني واضحة في الشي بتخربط إلا اللي بتكون simple present هون بحلها عن المعنى تاني إشي هاي معناها سهل لو إحنا طبعا هون بالأحلام يعني أنا بحكي لكم بالأحلام لو إحنا عرفنا عن مشكلتك كان حلنا لك إياها كان إيجينا ساعدناك بس إنتوا لا عرفتوا عن مشكلتي ولا إيجيتوا ساعدتوني فهذا عن إيش أنا بحكي بحكي عن إشي تقريبا مستحيل يعني هسا أنت بعد ما خلصت مشكلتك باجي بحكي لك والله لو إني عرفت كان إيجيت ساعدتك طبعا أنا ما عرفت وما ساعدتك اتطلوا على هاي سبعة أوكي عندي هون مضارع بسيط رأسا في الشي وحدة فيها مضارع بسيط إلا تكون هون إيش مالها مضارع بسيط if I I get the popcorn أنا بجيب الpopcorn إذا إنت اشتريت لاحظوا هاي if الحالة الأولى بيكون هون عندي مضارع بسيط في الحالة الثانية هون بيكون عندي مضارع بسيط في الطرف الآخر المضارع البسيط مع المفرد verb s أو es مع الجمع verb 1 مع المفرد s أو es مع الجمع verb 1 طبعا أنا بحكي عن مضارع البسيط حسب نفيو يا جماعة الخير برضو يعني if you don't call me I don't call you إذا إنت بترنش علي أنا برنش عليك مع تحيات مواطن عربي طيب الـ الف الثانية هادي إذا تحقق هذا الجزء اللي هو مضارع بسيط راح يصير لك إشي هون في الطرف الآخر أعطيكم مثال إن شاء الله يا ربي كلكو يصير معكم هون راح أحط future simple if you study you will pass طيب إشي تاني if she studies she will pass شايفين ما أحسن نبعطيك وجمال مرتبة الحالة التالتة بيكون هنا في verb 2 تمام وهون بيكون في would المسألة سهلة جدا إذا كان verb 1 بيكون هنا will إذا كان verb 2 بيكون هنا would وهاي بتحكي عن ثلاث أشياء عن أمنيات بتحكي عن نصائح وبتحكي عن أشياء غير متوقعة ولكن مش مستحيلة أشياء غير متوقعة ولكن مش مستحيلة تعالوا أعطيكم مثال من الأمثلة اللي ممكن تود إلى واحد على السجن مثلا if I saw the king I would say hi and shake his hands لو إني أشوف الملك إحنا طبعا باللغة العربية إيش منحكي منحكي لو إني أشوف في المستقبل هم عشان يحسسك أنه والله صعبة يعني مسألة أنك أنت تشوف مسؤول أو ملك أو رئيس دولة هي مش شغلة سهلة فممكن أستبدل أنا كلمة ملك بكوين إليزابيث برضو صعبة يعني صحية أجنبية بس صعبة جدا أنك تشوفها ممكن أنت بالصدفة تشوفها ولكن أنا مثلا أستاذ إنجليزي يعني شو بدي خليني مثلا ألتقي بي جلالة الملك إلا مثلا بالمسجد ممكن يوم الجمعة وهيك فأنا بحكي لك مش مستحيل تمام if I saw the king I would say hello يعني هون أنا بحسسك أنه الموضوع صعب ولكن مش مستحيل إذا بدي أحسسك أنه مستحيل بستخدم هون had plus verb 3 وبستخدم في الطرف الآخر would أو could أو should زائد have زائد verb 3 وتنسوش يا جماعة الخير الhave حكينا إحنا هذا الأسلوب اللي هو لازم تكون حافظ الأشكال في رأسك وحكت لكم إنه if يمكن استبدالها بwhen وwhen ممكن استبدالها بif provided that معناها if as long as معناها لطالما وunless معناها إيش معناها إذا لم وeven if معناها حتى لو even if يعني تجكر even if you study you will not pass هذا إنسان متشائم وحقير بقولك حتى لو أنت درست مش رح تنجح تردوش عليه هون زي ما حكت لكم خلص هدو أتركهم لكم بتيجوا على شي بتقرؤوها she out with you if you had only asked her عندي هون had وعندي هون asked اللي هي hi شو بسوي بكتب لهم hi إيش بكتب بكتب she would would have gone she would have gone with you if you had only asked her موسيقى